بعد عشرة سنوات من العمل ما بين الحكومة العراقية وكذلك حكومات دول التحالف الدولي التي أسست التحالف الدولي في 2014 الآن نلاحظ أن هناك قدرة عسكرية عالية قابليات عسكرية متميزة وعلاقات مدنية عسكرية فعالة في المناطق المحررة ما بين قواتنا الأمنية والمواطن وهذا بالتالي ما يجعل كذلك السور الحدودي على صعيد الحدود العراقية السورية فعال وفاعل ومؤثر في عملية السيطرة على الحدود وهذا بالتالي ما يجعل قدراتنا العسكرية تتقدم نحو الأمام ولكن بالمقابل علينا أن ننهي تركة محاربة التنظيم الإرهاب داعش وواحد من الملفات الاستراتيجية وهذا ما ذكر السيد رئيس وزراء هي قضية نهام مهام التحالف الدولي التي كانت هي واحدة من مفردات المنهاج الحكومي والتزم بها العراق ومثلما هذا الالتزام هناك التزام من قبل الدول التحالف الدولي لأن العراق سينقل العلاقات مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية وبالتالي هذه العلاقات الثنائية ترتكز على المصالح المشتركة ترتكز على الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التعاون وبالتالي لدينا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لدينا كذلك مذكرة عمل مشتركة مع حلف الناتو وغيرها حقيقة من المؤسسات الإقليمية للتعاون الدفاعي وكذلك بالمقابل على صعيد عمل الجامعة العربية وغيرها حقيقة من المؤسسات التي نتطلع عن تنهض خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير فرص التدريب فرص بناء القدرات للقوات المسلحة فرص الشراكة في القدرات فرص كذلك نقل التكنولوجيا إلى القوات الأمنية وهذا ما نسع عليه بالإضافة للملف الآخر الذي ذكره السيد رئيس وزراء في قضية بناء الدولة العراقية وهي قضية إنها مهام بعثة اليونامي وهي واحدة من المنجزات الكبرى الآن للحكومة العراقية في مجال إدارة العلاقات الخارجية من جهة وإدارة بناء الدولة العراقية كون العراق الآن مستقل كون العراق مستقل وكذلك بالمقابل العراق يقود قراره بذاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة